دائما معكم مشاهدينا لمواصلة هذا البرنامج الصباحي لطلع لكم دائما من بمحطة وهران نحييكم تحية الشراقية وشرقة شمس وهران ولسالمتكم المرورية ولأمكم أكيد مصالح الدارك الوطني دائما واقفة على قدم وساق من أجل الحماية من أجل أن يكون الشعب الجزائري بخير إذن معنا فادي الصبيحة المقدم بشار الهادي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالقيادة الجهوية الثانية للدارك الوطني بوهران أسعد الله صباحك أهلا بك سيادة المقدم صباح الخير الأخت كريمة لك والمشاهدين أشكركم على هذه الدعوة وسعيتكم بهذه السباحة شكرا لتبعي الدعوة سيادة المقدم إذن نحن في موسم الاستياف وأكيد هناك برنامج أنتم سطرتموه يعني لو يمكن أن تقدم لنا وتضعنا في الصورة حول المخطط التأمين التي قامت به مصالحكم من أجل إنجاح موسم الاستياف سنة 2024 بإقليم القيادة الجهوية الثانية بوهران بطبيعة الحال فقد أخذت القيادة الجهوية الثانية للدارك الوطني بوهران ريهان تأمين موسم الاستياف لهذه السنة حيث قامت بتصطير مخطط أمني فعال وشامل يمس جميع اختصاص القيادة الجهوية وربما أخص بالذكر الولايات الساحلية هي مستغانم وهران عينتو موشنت وتلمسان وهذا لا يعني أن باقي ولايات الداخلية تابعة القيادة الجهوية بمنأة عن هذا المخطط فهي أيضا عرفت برنامج ومخطط تأمين محكم يمس جميع المنتجعات السياحية ومناطق الترفيه والمناطق التي يلجو إليها المواطنين عودة إلى المناطق الساحلية فإن أقليم قيادة جهوية ثانية للدرك الوطني بوهران له يمتد على شريط ساحلي بيقدر ب425 كيلو متر بها 135 شاطئ 97 شاطئ هي شاطئ محروس أي به مركز للدرك الوطني و38 شاطئ غير محروس وهنا عندما نقوله غير محروس هذا لا يعني أنه غير مؤمن بل هناك دوريات للدرك الوطني أفراد الدرك الوطني الذين يقومون بمراقبة هذه الأماكن في فترات مختلفة من النهار سواء كانت في الليل أو في النهار إذن على هذا الأساس فقد أقحمت القيادة جهوية ثانية الدرك الوطني بوهران جميع الوسائل المادية والبشرية والتقنية من أجل وضع المصطف في أريحية تامة نعرف أن المناطق الساحلية هذه تعرف إقبال كبير المواطنين الوافدين إلى هذه الشواطئ إذن هنا دلنا مخطط أمني محكم يمس جميع الطرق خصوصا طرق السيارة شرق غلب الطرق الوطنية الطرق الولائية والمسالك المؤدية إلى هذه الشواطئ نعم إذن عندما نقول أن هذا المخطط هو محكم لجب أن نجده فعليا في الميدان لأن الدرك دائما موجود في الميدان والمواطن بمجرد أن يشوف الدرك راح يحس بالطمأنينة والسكينة نقطة أخرى وحدات الدرك الوطنية قامت بوضع نقاط مراقبة وتفتيش وسدود ودوريات نعم وذلك من أجل ضمن سيولة حركة المرور ما يخفش عليك أن المواطنين أن ما يتوفدون إلى هذه الشواطئ أن حركة المرور تكون ذات تدفق عالي نعم إذن كان من الوجب على وحدات أمن طرقات أن تتدخل وتسهل سيولة حركة المرور نعم بوضع السدود والدوريات وما إلى ذلك عبر جميع الطرق نعم أيضا هناك شيء آخر وهو مهم جدا هو إقحام السرب الجوي المتمثل في المرورة وحية تتبع على الدرك الوطني والتي تقوم بالمراقبة عامل الإقليم ومراقبة شبكة الطرقات وتكون متصلة مباشرة بقاعة العمليات المتواجدة على مفتوى هذه المجموعات نعم وتبث صور حية تحدد مناطق الاكتظاث والاختناق المروري من أجل توجيه حركة المرور هنا قاعة العمليات ستدخل وستوجه حركة المرور للسيولة نعم نتكلم الآن عن مؤسسة الدرك الوطني لديها وحدات متخصصة في جميع المجالات هل يمكن أن تطلعنا وتطلع المشاهد الكريم عن الدور الذي تلعبه هذه الوحدات في مخطتكم لتأمين موسم الاستيافة بالتأكيد الأخت فاطمة لدينا عدة وحدات متخصصة ربما أخص بالذكر فرق الأمن والتحري وهي فرق مدربة تعمل على مكافحة الوصوصية والجنوح تقوم بدورية على مستوى الشهواطع نعم وذلك لكبح بعض التصرفات نعم من بعض الشباب قيامهم بالسخب وما إلى ذلك ويتم إزعاج المواطنين فإنها تتدخل رفقتها أفراد الفرق الأقليمية وأحيانا في بعض الأحيان إذا تطلب الأمر ستعمل ثنائية تسين وتقنية من أجل مكافحة جميع الأفات الاجتماعية ربما تناول المخاضرات والأقراص المهلوسة نعم أيضا لدينا فرقة حمية البيئة وهي فرقة متخصصة تقوم برفع عينات لمياه البحر وإرسالها إلى المعهد الوطني الأدلة الجنائية والمجرام من أجل تحاليل الفيزيو كيميائية والميكرو بيولوجية ما إذا كان هذا الشاطع هو صالح لسباحة أم لا نعم أيضا من المهام فرقة البيئة هي القيام في إطار مكافحة أو قمع الغش وحماية المستهلك فهي تقوم بمراقبة المقاهي والمطاعم التي تكون بجوار هذه الشواطئ نعم ربما من حدث جودة الأكل المقدم أو المشروبات في هذا الأيطار تقوم بمعاينة ورفع المخالفات نعم وتحرير تقارير ومحاضر وإسالها إلى سلطات القضائية والإدارية لاتخاذ إجراءات اللازمة نعم أيضا تقوم هذه دائما فرقة حماية البيئة نعم بمراقبة الشواطئ ومجانية الشواطئ أو مجانية استغلال الشواطئ والمواقف نعم تطبيق التعليم الوزرية رقم سفر سبعة المؤرخة في ستاعش ميل الفين واربا وعشرين الصادرة عن وزارة الداخلية وجماعة المحلية وتهية العمران المتعلقة في هذا الشأن أيضا لدينا فرقة أخرى وهي فرقة حماية الأحداث هذه الفرقة تقوم بزيارة الشواطئ ويكون أين يتوافد الطفل أو القاصر وهنا عملية التحسيس حتى يعلم المشاهد الكريم أنها تكون موجهة للأولياء أكثر من هذا الطفل لأنه حدث قاصر ما يعرفش نعم إذن يكون هذا التحسيس موجه لفائدة الأولياء وذلك بمراقبة الأطفال حول نظافة الشاطئ المراقبة الجيدة للطفل من حالتين لأنهما متكررتين جدا في الشواطئ وهي حالة الغرق وتيهان نعم صحيح صحيح تيهان في الشاطئ هناك هدعا عائق كبير أيضا المخالطات مع الآخرين بما يؤدي إلى الجنوح والانحراف نعم كتنوى المخادرات والمهالوسات العقلية نعم دائما في هذا المجال ربما المواطن الجزائري عندما يلج إلى الشاطئ يجب أن يكون مؤمن وهذه من أولويات مصالح الدرك الوطني لأنه عندنا الدرك الوطني له دورين هو الدور الوقائي والدور الردعي ونحن في هذا المجال دائما دائما نلجأ إلى المجال الوقائي أحسن من الردعي نعم نعم طبع أيضا تفضل عفوا أيضا هناك فرقة حماية الممتلكات الثقافية وهذه نحن ما يخفش عليك أنه إقليم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني لديه مناصب تذكارية معالم آثار ممتدة على جميع اقتصاص القيادة نعم نعم إقليم القيادة الجهوية نعم في هذا الشأن تقوم هذه الفرقة بتأمين المسالك نعم ونحن ما يخفش عليك أنه عندما يأتي الزوار ليس بالضرورة أنهم جزائريون هناك سواح أجانب على هذا الأساس أخذت القيادة الجهوية الثانية بالاعتبار هذه النقطة بالذات تأمين السواح والأجانب الذين يليجون إلى هذه المناطق ربما على سبيل المثال للحصر فيوليت وعران عندنا حسن سانتا كروز كنيسة سانتا ماريا نعم تعرف توافد نعم كثير من بقايا الأثار الرومية بالطيوة غابة المسيلة كل هذه المنتجعات والأماكن يهتم تأمونهم طرف مسالح الدرك الوطني جميل جدا طيب أنت كنت ذكرت نقطة يعني الشباب المتهور أحنا نحب نتكلم الآن من الجانب يعني خلينا نقوله خوف يعني كأخ ينصح في الشباب نعم قبل أن تكلموا عن العقوبات وأرد أكيد نشوفه اليوم خاصة في فصل الصيف تكتر الحوادث تكتر ركوب دراجات نارية السياقة بتغور وينسوا أنه هذه روح أمانة عندهم وعندهم والديهم وراهم إذن أنتم يعني كمصالح دارك الوطني الإجراءات اللي تقوموا بها من جانب التحسيسي وأيضا من إجراءات الأخرى اللي تقوم بها مصالحكم في هذه النقطة بالتحديد نعم الأخت إذن من جانب التحسيس أو التوعية لفائدة الشباب أو السواق نعم فإن مصالح الدارك الوطني دائما أثناء قيامها بالعمل الجواري فهي في عمل تحسيسي أنه دائما مؤخرا تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية تحت شعار كلنا معنيون للحد من حوادث المرور جميل ربما هنا أفتح قوس على ذكر السياقة المتهورة أنه مؤخرا قيادة الدارك الوطني تمت أنشأت وحدات تسمى بخلايا المطاردة وهم أفراد الدارك الوطني علامة دراجات نارية مموهة وعربات مموهة يقومون برصد المناورات الخطيرة التي يقوم بها بعض الشباب على الطرق السريعة أو على الدراجات النارية إذن يتم رصد هذه المناورات واتخاذ ضدهم الإجراءات اللازمة كما تخفكش أنه مؤخرا تتدول عدة مقاطع على وسائط التواصل الاجتماعي لهذه إلى اللقاء إذن يتم رصدها واتخاذ الإجراءات الأمنية ضدها أيضا ربما من هذا المنبر أقتنموا هذه الفرصة وأوجه نداء إلى جميع السواق الذين يليجون إلى هذه المناطق السياحية ونحن نعفو أنه في الصرف يعرف تحت التنقلات كبيرة للمواطنين الجزائريين أنهم يتمتعوا بقواعد السياق السليمة احترام مسافة الآمان عدم التجاوز على المنعرجة الخاطرة وهذا كله من أجل ضمان حماية لسلامتهم ولسلامة عائلاتهم إذن العمل التحسيسي هذا متواصل يوميا وأي لدينا أيضا صفحة طريقة على الفيسبوك هذه مهدات إلى جميع المواطنين يليجون إليها من أجل معرفة شبكة الطرقات وأماكن الاختناق واختيار المسالك السليمة نعم حتى أنه لديكم أيضا رقم خاص الرقم الأخضر 10.5 بطبقة نعم نذكر ثقافة التبليغ وحتى تسأل لما لا يعني نحن عنا هذه التقافة تنقلش فيها نقصة لما نشوف أمور خارجة عن المألوف أو أن تكون يعني في غير محلها ساعات أنه نشوف مثل نتكرنا خاصة في فصل الصيف الشباب يعني متهور متهور من ناحية السياقة يمسك بحض الطريقة في ذلك المضوات حتى يعني هناك سيدات أو حتى الشباب اللي يكون جديد في السياقة رايشكل خطر لنفسه وعلى السائق اللي رايح في الطريقة معه بتأكيد نصيحة كأخ وكأب واش تقول لهم الالتزام بقواعد سياقة سالمة لأنه هذا الشيء الحساس الذي يؤرق كاهل العائلات لأنه من أجل أن يقضي عطلة سالمة وعطلة جيدة يصبح فيما بعد في أمور لا تحمد عقبها نعم إذن من هذا الوجه نداء إلى جميع السواق إلى الالتزام وهو يكرر إلى الالتزام بقواعد سياقة سالمة صحيح هم أيضا السلطات أو خلينا قولوا جهاز الدارك الوطني لديهم عائلات هم تاني عندهم الحق فرحة فساعدهم حتى هم يقدروا يساعدكم ولازم تكون مساعدة متبادلة هكذا كل واحد يعني يكون يساعد في أخي احنا كنا بالنهاية يرى نولد بلاد وحده شكرا لك سيادة المقدم شرفتنا ونورتنا إن شاء الله تكون للقاءات أخرى يا رب شكرا يومك موفق وصدد الله خطعك شكرا أما أنتم مشاهدين الكرام بعد أن قمنا ببعض الإشهادات ونصائح حول تأمين الطرقات لماذا لا نذهب في هذه الرحلة الجميلة وفي هذه الومضة للتعرف على جمال وروعة والسحر هذه المدينة الخلابة تفضلوا شكرا